مع اندلاع انتفاضة الأقصى تشكلت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح المئة من المسلحين تمركزوا في مدن ومخيمات الضفة الغربية واشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي ونفذوا عمليات داخل إسرائيل خلال العامين الماضيين بدأ المسلحون بتسليم أسلحتهم وبالتنصيق مع السلطة الفلسطينية أصدرت إسرائيل العفو عن معظم من كانوا مطلوبين ومطاردين حتى أن العفو شمل بعض قادة الكتائب والمئات من الأفراد المسلحون الآن يبحثون عن حياة جديدة يعني أنا هسا بدأت على المرحلة هاي وأنا مش مفكر فيها بالمرة لأنني أنا خسرت شغلات كبيرة وكثيرة ومش أيها بنسى يعني الواحد الله علم كيف يبدأ أيامه أنا أخوتي اتنين شباب الله يرحمهم راحوا بين إيدي وأنا أطلع عليهم عدا عن هيك بيت هدم يعني أنا كثير أمور صارت معاي يعني اتدمرت اتدمرت فيها وعدا عن هيك ما أعظمني أن أنا يوم الأيام أرجع إلى الندول وبحكيها يعني على الملأ وما بستحي علاء كان سعيدا بالعفو فقد تزوج مؤخرا وينتظر مولودا بعد عدة أشهر وانضم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي بدورها تتولى مهمة احتجاز العشرات من عناصر الكتائب الذين ينتظرون العفو الإسرائيلي إسرائيل من جانبها تكبدت الخسائر نتيجة الاشتباكات وتسعى الحكومة مع جهاز المخابرات والجيش إنهاء هذا الملف لفتح صفحة جديدة في إطار دعم الرئيس محمود عباس الفلسطيني الذي لا يحمل السلاح ولا يشارك في أعمال عنف وإرهاب ضد إسرائيل لا يجب أن يخشى من إسرائيل شهدت مدينة نابلس الاشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية وعانت من الحصار والغارات المتكترة قبل فماني سنوات هنا في البلد القديمة اندلعت أشرص الاشتباكات بين كتائب شهداء الأقصى والجيش الإسرائيلي حتى أن العديد من هذه البنايات التاريخية هدمت نتيجة الاشتباكات أما الآن فقد عاد الهدوء إلى هذه المدينة التي تسمى عند الفلسطينيين بجبل النار القيادات السياسية الفتحوية طالما طالبت بعدم عسكرة الانتفاضة وانتقدت الممارسات السلبية لبعض عناصر الكتائب والتي وصفت أحيانا بالفلتان الأمني أنا برأيي هذه الشباب رغم التقدير والاحترام لوطنيتها وانتمائها لكن في كثير من الأداء كان فيه شيء مغرر فيه وما عرفوش استعملوا عقلهم بالشكل الصحيح ويمكن أنا بقدر أقول أن ربنا رحمهم ورحمنا معهم أنه انتهت هذه المرحلة والآن عم بعودوا مواطنين زينا زيهم بحيث أنه تعائس توعب الدرس ما تبقى لعلاء أب وأم وأخ صغير وسجل عسكري حافل ولكن أيضا ذكرى أليمة لأخوين الأكبر كان مقاتلا والآخر كان في طريقه لنجدة أخيه أحمد البديري بي بي سي نابلوس موسيقى موسيقى موسيقى